اتفضل يا سامح بي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالراحة عشان انا من السمع بالراحة كلمة كلمة. انا انا كلمة سامعني كويس دي سامح. خلاص ماشي دكتور انا من يقول ايه كثة عندي ايه عاضح كالحضرتك. عندك ايه? ايه بالراحة بالراحة بس. موضوع موضوع عندي عاضح كالحضرتك. ايه يلا اختصر بقدر الامكان بس عشان الوقت الله يخليك سامح. خلاص ماشي دكتور. فضل ايه انا فتسا عدت مع والدي في بولا ديته عندي في البلد. اشتركت مع والدك? وانت ليك فلوس استنى وانت ليك فلوس استنى وانت ليك فلوس ووالدك لو فلوس? طب كواس اوي. وانت عارف فلوسك كام وفلوس بابا كام? ماشي يا جوز اوي. يا جوز نبقى شركة بس ياك بابا ما يسفهمش. لا حضرتك. يا ابن عامود الدور التامل عاجزه على اجزه لانا يكمل وكده اه عشان اقفل الدور التاملية. وانا يقفل الاجار برا. طيب. ايو. هو عموما انا عايز اقول خلاصة برضو تنفع كل الناس. سامح كان قاعد بالاجار برا. وشارك ابوه في بناء بيت. او قال له يا ابا انا حبنيلي دور فوق البيت اللي سيتك بنيته. قال له ابني يا سامح. عمل سامح جمعيتين وامراته جمعية لربح. وكونوا القرشين وطلعوا بالشقة فوق. هيحصل حاجة من الاتنين. يا سامح هيسألني بعد عمر طويل دا اذا كان الرجل لسا عايش. المرأس هيبقى شكله ايه? هقول له زيك زي اخواتك. ليك نصيبك واللي انت بنيته هيبقى الزيادة فقط لا غير. السؤال التاني ان اخوات سامح يكونوا مزر بنين وايدين الدنيا والعب. ده الاحتمالات اللي قداني. فبقول لهم حبوا الخير لاخوكم. كما تحبونه ولانفوسكم. ونعيش في منتهى الجمال. وعندي فاصل بس قابليه بتلت ثواني. هقول دعاء الفجر النهار ده. بعد الفجر قلت. اللهم يا ربي ورب الناس. ارزقني ما حييت. نعمة الاحساس. واعود بك من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. امين شكر الله لكم فاصل قصير جدا. ثم نعود. فانتظرونا.